لكن في ناس كتير خايفة أسيس وهي حقيقة في ناس بتخاف تشهد في ناس بتخاف تعلن في ناس بتخاف من بكرة بتخاف من المستقبل خايفة على أولادها خايفة على صحتها خايفة خايفة يعني بعرفش في علم السيكولوجي بيتكلم عن بعرفش أكم نوع خوف مئات الأنواع من المخاوف لكن أنت وضعتها في خمس يعني محتويات لكن شو هي الرسالة الواحدة لكل هذه الفئات اللي بواجهه مشكلة الخوف وعلاجه جاوبها بطرس في آية واحدة قال أما خوفهم فلا تخاف خوف الناس دا كله ما تخافهوش بل قدس الرب اللي لها في كلوبكم خد المسيح في قلب قدسه يعني احترمه وخليه هو المالك مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء لازم فيكم أنا فيها رجاء لازم يبان اعلنوا لما بتعلنوا يبقى بتعلن ايمانك لما بتعلن ايمانك بتزداد الرب لما بيشجعك فأمر بتعلنه لما بتصق في كلمة الله بتعلنها أنت بتغذي ايمانك بموعيد الله وبتغذي الناس بايمانك وفي نفس الوقت كل لما بتعلن ايمانك أنت بتتشجع الكتاب يقول أن الله لم يعطينا روح الخوف بل روح الكوة والمحبة والنصح أنت الإنسان يخاف نفسه لكن روح المسيح يخليك أسد لأنك أنت تابع للأسد الخارج من سبت يهوزا تخافش من حاجة الأسد ده شخص قوي ما يخافش من حاجة فيك ساكن فيك لك سلطان على كل شيء لأن المسيح منعك سلطان تخافني اشتركوا في القناة